وللمزيد عن فعليات مهرجان العالمين الجديدة نبقى مع زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري محمود بعد التحية ماذا عن معرض تنمية الأسرة المصرية وماذا أيضا عن الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة لديك في العالمين أرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة لازلنا نتابع معكم الأجواء المختلفة في مهرجان العالمين الجديدة وربما كما تبعتم من كلال هذا التقرير الذي يصلت الضوء على معرض تنمية الأسرة المصرية الذي يقام على أرض المعارض وهذه المنطقة التي خصصت للمعارض للمنتجات اليدوية هو لأول مرة يكون موجود في النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة وهذا يأتي من حرص الشركة المتحدة على تواجد كل المنتجات وكل المنتجين وتشجيعهم بالطبع على هذه المصنوعات اليدوية المختلفة من السيدات العارضات وهذا المعرض يستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري أما في هذه المنطقة المقابلة لمعرض تنمية الأسرة المصرية نتواجد في المنطقة الشاطئية ربما تتابعون من خلف بعض الأنشطة المختلفة لطلاب الجامعات المستمرة في المنطقة الشاطئية والمميز في مهرجان العالمين في النسخة الثانية أننا في كل منطقة وفي كل يوم نرى تعاون جديد بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من الوزارات والمؤسسات هذه وزارة التعليم العالي التي تشارك عن طريق طلاب الجامعات نتحدث اليوم عن جامعتين المنوفية وجامعة قناة السويس يشاركون في هذه الأنشطة المختلفة في الفنون التشكيلية يجسدون المناظر والمشروعات العمرانية المختلفة في مدينة العالمين الجديدة يجسدونها بأقلامهم من خلال الرسومات الخاصة بالفنون التشكيلية بالإضافة إلى ملعب كرة القدم أيضا من خلف الذي يستضيف بعض مباريات كرة القدم لجامعة قناة السويس فبالتالي هناك عدد كبير من المشاركات الطلابية المتواجدة في المنطقة الشاطئية للمشاركة في مهرجان العالمين الجديدة ربما كنا نتابع خلال الأيام السابقة ردود فعل هؤلاء الطلاب يعبرون عن مدى سعادتهم بوجودهم وإشراكهم في فعليات مهرجان العالمين الجديدة ورؤية التطور العمراني والتعرف على الوجهة السياحية المهمة وهي مدينة العالمين الجديدة بالإضافة إلى ذلك أيضا يستعد ملعب البادل ببعض التمارين الخاصة باللعبين المشاركين في بطولة البادل التابعة للاتحاد المصري للبادل التي ستنطلق غدا في هذه المنطقة على ملعب البادل بالإضافة إلى أن إدارة المهرجان اليوم أعلنت عن ثلاث فعليات هامة ستكون وستنطلق خلال هذا الأسبوع نتحدث عن مهرجان الطعام الذي سينطلق في السادس عشر من أغسطس وأيضا حفلة مصار إجباري وحمزة نامرة وسعاد مسي في السادس عشر أيضا من هذا الشهر الجاري بالإضافة إلى الموترويك والموترسبورت وبعض سباق السيارات أيضا في هذا الأسبوع تحديدا يوم الخميس القادم بالإضافة إلى بعض الفعاليات الأخرى على هامش فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية شكرا جزيلا لك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مدينة العالمين الجديدة